أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم على أعتاب شهر رمضان المبارك هذا الشهر الفضيل هذا الشهر العظيم هذا الشهر الذي ورد في متواتر الأدعية والروايات وصفه وأوصاف جليلة يأتي شهر رمضان وينتهي عندما ينتهي كل إنسان كل رجل كل امرأة كل شخص كل شاب كل كبير السن ما استفاد منه ما الذي استفاد من هذا الشهر الفضيل بعض الناس يأتي عليهم شهر رمضان المبارك وينتهي وهم ملء الأكف من الفضيلة وبعض الناس لا ينتهي عنهم شهر رمضان بأكف خالية من الفضائل وبعض أقل بعض أكثر هذا بحاجة إلى عزم من الآن بحاجة إلى إرادة قوية حتى عندما ينتهي شهر رمضان لا يكون من الذين لم يستفيد منه استفادة جيدة بل يحاول كل أن تكون استفادته من هذا الشهر الفضيل أكثر وأكثر كماً وكيفاً هنا نحن وغيرنا في العالم اليوم مبتلين بهذا الوباء الذي شمل الكل شمل كل البلاد كيف ينتهي هذا الوباء العام كيف يزول هذا الوباء الشامل ومتى يزول الذي لم يبتل بهذا الوباء كيف يمكن أن ينجو بنفسه عن الابتلاء به والذي ابتلي به كيف يمكن له أن ينجو بنفسه عن شدة الابتلاء القرآن الكريم مكرراً يؤكد في البلاء خصوصاً الأوباء العامة يؤكد على التضرع إلى الله عز وجل أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون التضرع ينجي الناس من البلاء خصوصاً الأوباء العامة فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا في الأمم السابقة بعض الأمم كانوا يظلمون بعضهم البعض فينزل الله تعالى عليهم البلاء المصيبات المصيبات العامة من المصيبات العامة منهم كقوم يونس على نبينا وآله عليه السلام تضرعوا إلى الله فنجاهم الله أما بعض آخر من الأقوام لم يتضرعوا إلى الله فهلكوا القرآن الكريم يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لماذا لم يتضرعوا إلى الله عندما جاء البأس إليهم هذا الوباء العام بحاجة في زوالها أسرع وأحسرع إلى التضرع إلى الله عز وجل التضرع هو الدعاء والطلب من الله عز وجل بإنكسار بتذلل بخشوع ببكاء سواء في الأسحار عند صلاة الليل أو في غير ذلك تضرعات فردية للناس في وقت الصلاة في غير وقت الصلاة وتضرعات اجتماعية عندما يجتمع المؤمنون في مكان مجتمعين يتضرعون إلى الله يدعون الله تعالى بتذلل بخشوع باستكانة ويتوسلون ويتوسلون بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين جعلهم الله هم الوسيلة إلى الله عز وجل وابتغوا إليه الوسيلة يطلبون من المعصومين عليهم الصلاة والسلام أن يشبعوا عند الله تعالى في زوال هذا البلاء العام عن الجميع بل كما في متواتر الأدلة أن الله عز وجل فضل هؤلاء المعصومين الأربعة عشر رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والإمام الحسان والإمام الحسين والأئمة التسعة من ذرية الحسين آخرهم مولانا الإمام المهدي عدل الله تعالى وفرجه وصلوات الله عليهم أجمعين فضل هؤلاء الأئمة ومنحهم القدرة بفضل الله تعالى بإذن الله تعالى أن هم يرفعون البلاء يتوسل بهم إلى الله عز وجل ويطلب منهم أنهم هم يرفعون البلاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للتضرع إلى الله عز وجل خصوصا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك يتضرع إلى الله عز وجل حتى يزول هذا البلاء ببركة محمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين عاجلا وكاملا هناك ثلاثة واجبات واجب عيني على الجميع وواجبان كفائيان على الجميع الواجب العيني قال الله عز وجل قو أنفسكم هذا واجب العيني كل إنسان يجب عليه أن يقي نفسه عن المظالم أن يقي نفسه عن ارتكاب المحرمات أن يقي نفسه عن ترك الواجبات هذا واجب عيني الواجب العيني معنى أنه إذا ألف شخص عملوا بواجبهم لا يرتفع عن الشخص الواحد والألف مثل صلاة الظهر والعصر إذا ألف شخص يصلون صلاة الظهر والعصر الشخص الألف والواحد لا يرتفع عنه وجوب الصلاة تجب عليه الصلاة هذا واجب عيني تزكية النفس توقية النفس عن الرذائل المحرمة عن ترك الواجبات عن السقوط في المحرمات هذا واجب عيني على الكل الثاني الثاني قو أنفسكم وأهليكم توقية الأهل زوجة الشخص أولاده من تحت رعايته ممن يطلق عليهم لا يقعوا في ترك الواجبات لا يقعوا في المظالم بالمقدار الذي يمكنه لا يقصر في هذا المجل هذا واجب كفائي هذا واجب كفائي يعني إذا قام غير رب الأسرة بتوقية الأسرة من المحرمات من المظالم يسقط الوجوب عن رب الأسرة هذا واجب كفائي أما ما دام الأسرة في محل السقوط في الرذائل المحرمات يجب على رب الأسرة توقيتهم عن ذلك قو أنفسكم وأهليكم هذا واجب ثاني وهو واجب كفائي وواجب ثالث القرآن الكريم يقول أقيم الدين كل فرد في العالم مسؤول عن جميع الأفراد الموجودين في العالم لا يقعوا في المظالم لا يقعوا في المحرمات بالمقدار الذي يمكنه شخص يمكنه أن يحمي عشرة أشخاص عن الوقوع في المظالم والمحرمات بهذا المقدار عليه واجب شخص يستطيع عشرة ألاف شخص يمكنه بعشرة ملايين شخص يمكنه بألف مليون عبر الكلام عبر القلام عبر الفضائيات عبر التلفاز عبر الراديو عبر المجلات والجرائد عبر الخطب الفردية الفردية الاجتماعية كل بمقدار قدرته قدرته في اللسان قدرته في القلم قدرته في المال قدرته في جمع المال قدرته في تعبئة الوسائل أقيم الدين هذا واجب على الكل الدين يعني مجموعة الفضائل الدين يعني اجتناب المظالم اجتناب الرذائل حتى الفضائل تكون هي الحاكم على المجتمع لا مجتمع آئلة واحدة أو مجتمع قرية أو مدينة واحدة أو مجتمع دولة واحدة أو مجتمع إقليم واحد بل كل المجتمعات كل بقدر قدرته القدرت الشرط من الشروط العامة لكل التكالي أن لا يكون مقصرا إذا كان قادرا أكثر هذا الواجب الثالث هذا واجب الكفاء أما هل في العالم اليوم في البلاد الإسلامية في البلاد غير الإسلامية من فيه الكفاية لتجنيب المجتمعات عن المظالم لا الدنيا مليئة بالمظالم الدنيا مليئة بالفساد والعياذ بالله الدنيا مليئة بالمحرمات مسئولية من هذا مسئولية كل فرد بمقدار قدرته بمقدار إمكاناته أقيم الدين الخطاب من الله عز وجل للجميع أن يهيئ أجواء حتى يكون الدين يعني الفضيلة يعني الخير يعني عدم حاجة البشر إلى ما يحتاجون ولا يوجد عندهم هذا يكون قائما لا يكون ساقطا الاقتصاد الصحيح السياسة الصحيحة المجتمع الصحيح التزور الصحيح المعاشرات الصحيحة التي هي فضائل هذا يكون قائمة أين هذا قائم في دنيانا مع الأسف أكثر المناطق هذا ليس قائما فيه أكثر البلاد أكثر المدن أكثر القرى أكثر الدول هذا الواجب الثالث فهو واجب عيني فعلا لكل من يتمكن ويقدر أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغ لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض الإنسان في شهر رمضان وغير شهر رمضان إذا يشتغل بنوافل وهذه النوافل توجب له ترك الفرائض هذه النوافل لا تقرب إلى الله عز وجل لا تكون مقربة الفرائض ما هي هناك فرائض في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته وعلى لسان العترة الطاهرة سلام الله عليهم وسيرته كتاب الله عترة أهل بيت كل شخص يحاول أن يعرف ما هي الواجبات عليه الزوج كزوج يعرف عن القرآن الكريم عن العترة الطاهرة عليهم السلام ما هي الواجبات عليه تجاه زوجته ويحاول أن يعمل بتلك الواجبات والزوجة تحاول أن تعرف ما هي الواجبات تجاه زوجها ثم تصمم على العمل بهذه الواجبات وهكذا الوالدان بالنسبة للأولاد والأولاد بالنسبة إلى الوالدين وكل رئيس بالنسبة إلى من تحت إدارته ورياسته والحكومات بالنسبة إلى الشعوب وواجبات الشعوب بالنسبة إلى الحكومات ما هي الواجبات أولا يعرف الإنسان ما هي الواجبات ما هي الفرائض حتى لا يكون عن جهل تقصيري تاركا للواجبات وعاملا بالنوافل هذه النوافل لا تقرب إلى الله عز وجل هذه النوافل التي تكون سببا لترك الفرائض هذه النوافل لا قربة فيها لا قربة بالنوافل إذا أظهرت بالفرائض أحد كبار علماء الإسلام المرحوم السيد محمد جواد العاملي تلميذ السيد بحر العلوم روان الله عليهما صاحب الموسوع الفقهية الكبيرة واسمها مفتاح الكرامة في مفتاح الكرامة في مكان بمناسبة ينقل أنه جاء هو يقول مر عليه شهر رمضان في سنة من السنوات وكان مبتلى بواجب كفائي في طول شهر رمضان وليس من فيه الكفاية فكان واجبا عينيا بالنسبة إليه ويقول أنا كنت مشغول بذلك الواجب العيني ولذا في طول شهر رمضان ما استطعت أن آتي بالنوافل والمستحبات لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفراء نحن في هذا الزمان الجميع خصوصا الشباب خصوصا لفراغهم ولفراغتهم أكثر ولتمكنهم أكثر وإلا لا فرق بين الشباب وغيرهم من الواجبات الكفائية والتي ليس لا يوجد من فيه الكفاية وهي فعلا واجبات عينية منها الدفاع عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه هذا المظلوم الذي عاش مظلوما بعد رسول الله صلى الله عليه وعليه ولا يزال في الدنيا مظلوما وظلمه على كما قال هو صلى الله عليه ظلما الحجر والمدر التاريخ ظلم أمير المؤمنين والتاريخ اليوم يظلم أمير المؤمنين فعلى الجميع الدفاع عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه الدنيا الآن مرتطمة في الموبقات في الرذائل في المشكلات لماذا لأن إدارة الدنيا لم تتعلم من علي بن أبي طالب كيفية الإدارة علي بن أبي طالب صلى الله عليه حكم في زمانه على نصف المعمورة في ذلك الزمان كل الشرق الأوسط باستثناء الشام اللي كان تحت قدرة معاوية بقية غير الشام كل الشرق الأوسط كانت تحت حكومة أمير المؤمنين وإلى عمق أوروبا وإلى عمق أفريقيا كيف كانت سياسة أمير المؤمنين حيث لم يوجد في تاريخ حكومته قتيل سياسي واحد يقتل شخص لا لأنه أجرم لا لأنه قتل شخصا لا لأنه أتى بموبقات غير أنه سب علي ابن أبي طالب والعياذ بالله غير أنه لم يقبل بعلي ابن أبي طالب غير أنه من غير السلاح وقف بواجه علي ابن أبي طالب لا يوجد التاريخ لا يذكر قتيلا واحدا سياسيا في حكومة أمير المؤمنين الآن في الدنيا مش قد قتيل سياسي في كل يوم في طول البلاد وعرضها وأكثر من ذلك لا يوجد في تاريخ علي ابن أبي طالب سجين سياسي واحد يعني شخص يسجن لأنه لم يقبل علي ابن أبي طالب لا يوجد هذا شخص يسجن لأنه سب علي ابن أبي طالب مع أن سب علي ابن أبي طالب كما ورد في الأحاديث المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي من سبك فقد سبني سب علي ابن أبي طالب سب لرسول الله مع ذلك بالعشرات والمئات والألوف والعياذ بالله في الحروب الثلاثة الثقيلة المفروضة على أمير المؤمنين صلى الله عليه في الجمل وصفين والنهروان سبوا علي ابن أبي طالب كانوا يسبون علي ابن أبي طالب وبعد أن وضعت الحروب وأوزارها علي ابن أبي طالب لم يعاقب أحدا منهم لم يقتل أحدا منهم حتى الذين صنعوا الحروب حتى الذين حركوا الناس لحرب أمير المؤمنين وكان بعضهم موجودين مع ذلك وأمير المؤمنين دخل المكان الذي كانوا متواجدين فيه في بعض الحجر قال عليه السلام أعلم أن هؤلاء هنا ولكن لم يقتل أحدا منهم ولم يسجن أحدا منهم وين في التاريخ موجود اليوم في التاريخ موجود في تاريخ الماضي موجود إلا فترة حكومة رسول الله صلى الله عليه وعليه وأمير المؤمنين تلميذ رسول الله صلى الله عليهما وعليهما وهو نفس رسول الله كما يصرح القرآن الكريم وأنفسنا لا يوجد في تاريخ علي بن أبي طالب سجين سياسي واحد لا يوجد في تاريخ أمير المؤمنين في تاريخ حكومته شخص واحد في طول البلاد وعرضها في هذه البلاد المترامية الأطراف والوسائل ما كانت سريعة والقحط شيء طبيعي كان يصير في البلاد في هذا الزمان قحط إذا اصطناعي لا يكون ما ممكن حتى إذا في منطقة كبيرة من الأرض لم تمطر السماء وكانت الأراضي جاف جرداء مع ذلك الوسائل الطائرات السيارات الباخرات تجيب الأطعمة فلا يبقى هناك لا يمكن وجود قحط في هذا الزمان أما في زمان حكومة أمير المؤمنين قبل 1400 سنة ما كان هذا الشيء ممكنا ولكن مع ذلك لا يوجد في تاريخ علي سلام الله علي أن هناك في حكومته شخص واحد ما تجوع أما في حكومة غيره أكو أبو ذر من الأصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كتبوا في تاريخ ما تجوع أي اقتصاد سليم سلكه علي ابن أبي طالب وكان يأمر الولاة به حتى أنه في طول البلاد التي تحت حكومته نصف المعمور في ذلك الزمان تقريبا لم ينقل شخص واحد ما تجوع عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأرض لله ولمن عمرها مثل رسول الله علي ابن أبي طالب لم يبيع شبرا من الأرض لأحد الحكومات اليوم في الدنيا يبيعون الأراضي من هذه الحكومة من جاءت هذه الأراضي الأرض لله ولمن عمرها هذا ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وأجمع عليه كافة طبقات المسلمين كافة المذاهب الإسلامية المالك الأول هو الله عز وجل والمالك الثاني يعمر الأرض يأخذ قطعة من الأرض ألف متر مليون متر أكثر أخاذ يبني دار يزرع آبار يحفر آبار يصنع معامل فأي نوعا من العمارة يعمل الحكومة ليست مالكة للأرض حتى تبيع الأرض لهذا وهذا الحكومة في منطق علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه فقط وفقط وفقط مدير الحكومة عليها أن تدير البشر حتى لا يتعدى أحد على الآخر لا يظلم أحد على الآخر إذا شخص حجر ألف متر ويبني دارا في هذه الأرض يبني مزرعة أي نوع من أنواع العمارة شخص آخر لا يزاحمه في هذه الأرض الحكومة شأنها أن لا تدعى أحدا يظلم أحدا أحد يتعدي على أحد أحد يتعدي على أرض أحد هذا الاقتصاد السليم الذي مارسه علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه في سنوات حكومته جعلت لا يوجد في التاريخ شخص واحد يموت جوعا اليوم مع هذه الأموال الطائلة في البلاد حتى في البلاد الغنية هل هناك شخص يدعي أنه لا يموت أحد جوعا هذا ما ندعيه وأثبته التاريخ في زمان علي بن أبي طالب فليتعلم البشر من علي ابن أبي طالب خصوصا في الحكومات الإسلامية وحتى في البلاد غير الإسلامية من أن يتعلم الجميع مسؤولية عليهم مسؤولية أن يتعلم سياسة علي ابن أبي طالب سلام الله عليه تاريخ علي ابن أبي طالب ثم ينشر ذلك بما يمكنهم إلى العالم لعله في المستقبل يوجد من يعمل بهذه السياسات حتى بمقداره ينجو البشر عن هذه الويلات المختلفة التي يرتطم فيها البشر في كل مكان في حكومة في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا ينقل التاريخ أن هناك شخص فقير بقي على فقره إلى آخر عمره نعم حتى الحكومات الغنية تدعي أنه لا يوجد عندها فقير الفقراء مع الشديد لأسف ملء الدنيا حتى في البلاد الإسلامية إدارة علي ابن أبي طالب عليه السلام اقتصاد علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه كيف كان حيث لم يوجد عنده شخص جائع يموت جوع حيث لم يوجد في تاريخ حكومة أمير المؤمنين شخص فقير يبقى على فقره إلى آخر عمره هذا الشيء المتعارف هذا اليوم في معظم بلاد العالم أن الملايين وعشرات الملايين من البشر طول حياتهم يسكنون دور مستأجرة لا يملك دارا لنفسه في تاريخ حكومة أمير المؤمنين لا تجدون شخص كان يعيش مستأجرا طول حياته أصلا لا وجود لهذه الكلمة في تاريخ حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه إجارة بيوت طول العمر نعم الذي يسافر إلى المشاهد المشرفة الذي يسافر للتجارة الشيء كم يوم يبقى في مكان كم يوم يستأجر محل مكان مثل الفنادق اليوم اللي الناس لأيام يستأجرون ويسكنون الفنادق أما واحد طول حياته لا يستطيع أن يملك دارا يسكنها بمقدار ما يحتاج في تاريخ علي بن أبي طالب لا يجب علي بن أبي طالب عاش مظلوما ولا يزال مظلوما وهذا اليوم أيضا مظلوم ألا يجب الدفاع عن هذا المظلوم ألا يجب معرفة تاريخ هذا المظلوم الذي سياسته أرقى سياسة اقتصاده أرقى اقتصاد معرفة ذلك ألا يجب النشر ذلك حتى بهذا المقدار ينجو البشر عن المشكلات والويلات التي يعيشها معظم البشر في معظم البلاد في العالم في أحد البلاد الإسلامية قبل سنوات أنا قرأت في الجريدة الرسمية كان مكتوب أن ثمانين بالمئة من أهل تلك الدولة يعيشون تحت خط الفقر بلد إسلام هكذا لماذا الكل مسؤولون أن يقيم الدين وهذا مقدمة وجود لإقامة الدين وواجب كفائي من في الكفاية لا يوجد فيكون بمقداره كل بمقدار ما يمكنه واجبا عينيا عليه دراسة سيرة أمير المؤمنين دراسة تاريخ أمير المؤمنين عرض هذه السيرة عبر الوسائل المختلفة السعي لإقناع هذا وذاك المناقشة في هذا المجال هذه مقدمات وجود هذه من الواجبات العينية لأنها كفائية بالآصل ولا يوجد من فيها الكفاية وشهر رمضان المبارك خير مناسبة لأن يستفيد الإنسان من هذه الفريضة وهي الدفاع عن أمير المؤمنين عرض تاريخ أمير المؤمنين التشجيع على سياسة أمير المؤمنين سياسته في الاقتصاد سياسته في الأمور السياسية في الأمور الاجتماعية في الأمور العائلية حتى لا ينتهي شهر رمضان والإنسان لا سمح الله نعوذ بالله يكون قد اشتغل بالنوافل وترك الفرائض الإمام الجواد صلوات الله عليه في دعاء أول ليلة من شهر رمضان يطلب من الله عز وجل وزكيت فيه أعمالنا بالنتيجة المؤمنون المؤمنات يعملون أعمال في شهر رمضان هذه الأعمال بحاجة إلى أن الله عز وجل يذكيها ينميها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد هذا الوباء العام عن الجميع في الدنيا عاجلا كاملا ببركة أهل البيت عليه والصلاة والسلام ويوفق الجميع خصوصا في شهر رمضان لأن حتى لا يفرطوا في الواجبات ويشتغلوا بالنوافل بل يضحوا بالنوافل لأجل الفرائض نعم هذه النوافل خاصة في شهر رمضان ومنها الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليه الصلاة والسلام دعاء أبي حمزة الثمالي دعاء الافتتاح الأدعية الأخرى هذه قسم منها تكون سببا لتقوى الإنسان اتقوا الله ما استطعتم هذا المقدار منه واجب عيني من بابقوا أنفسكم هذه الأدعية تجعل من الإنسان رجلا متقيا وهذا المقدار من الأدعية من النوافل واجب عينية هذه فرائغ أما الأكثر من ذلك الإنسان لا يكون يضيع الفرائغ من أجل النوافل أسأل الله سبحانه وتعالى وببركة أهل البيت عليه الصلاة والسلام أن يوفق الجميع لذلك خصوصا في هذا شهر رمضان القادم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين